طيب خلينا ننتقل دلوقتي لمنقر جريدة اليوم السابع ومرسلتنا نورهان ثمان عشان نعرف برضو أخبار الرياضة في صحف المواقع المختلفة ويكون معها كمان ضفنا الأستاذ رامي عبد الحميد الناقض الرياضي بجريدة اليوم السابع نورهان طبعا بصبح لك أنا وكريم ودلوقتي كل جماهير عشر صحف الأهلي بتتفرج وبتتابع ويمكن طلاعي كده أنا وكريم على المنشطات المختلفة طبعا منشطات كتيرة بتتحدث عن مباراة أمس ويعني تعقيب كمان عن أداء المنتخب المصري تحديدا وكمان عايز أنتقل معاكي للدرب اليوم بين ريال مدريد وأتلاتكو خلينا نعرف منك التفاصيل فضالي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت نهواند احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية ومعنا الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد هيعلق على المنشطات اللي معانا خلينا نقول لكم المنشطات وأول منشط معانا من جريدة المساء الفراعانة عبروا موقعة النشامة بجدارة وتاني منشط معانا من جريدة الشروق زهبية ثالثة لمصر في كأس العالم لسلاح سيف المبرزة والشباب بأسباكستان أما ثالث منشط معانا من جريدة الشرق الأوسط انتصارات بشق الأنفس للمتصدرين الثلاثة منشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وآخر خبر معانا عن زي ما قلت نهواند ديربي مدريد ومباراة متوقعة أنها تكون قوية ما بين ريال مدريد وأتلتكو مدريد ديربي ناري بين ريال مدريد وأتلتكو في الدوري الأسباني الليلة ده كان منشط اليوم السابع للتعليق على أخبارنا معانا طبعا زي ما قلنا لكم النقل الرياضي الأستاذ رامي عبد الحميد رامي بنرحب معاك معانا على شاشة قناة نادي الآن أهلا بيك وأهلا بكل أستاذ المشاهدين والزملاء في الاستوديو كريم ونهواند رامي احنا طبعا يعني مباراة مصر والأردن إنبارح شفنا يعني مشاهد كتير قوي خرجنا منها سواء بإشراك لعبين كتير يمكن الجمهور المصري ما كانش يعرفهم كويس وطبعا يعني رحنا الإكسترا تايم ويعني اتكلمنا عن تفاصيل المباراة الحقيقة أنا شايف أن البطولة مشاركتنا فيها كانت ليها مكاسب كبيرة جدا أعتقد ميستر كيروش والجهاز الفني نجحوا في أن هما يوصلوا رسالتهم في أن هما يؤيدوا اكتشاف بعض اللاعبين وما يبقاش المنتخب قاصر على بعض اللاعبين في مركز معينة أصبح الوقت عندنا أكثر من اللاعب في المركز واكتسبوا الخبرة الدولية واكتسبوا فكرة أن يلعب في بطولة كبيرة مع منتخبات كبيرة أعتقد أننا كسبنا لعبين زي مروان لعب أمبي أعتقد من اللي هيبقى ليهم مستقبل وهيبقى ليهم سراعات عما بين الأندية خلال الفترة اللي جاية أعتقد مروان حمدي برضو أثبت أنه يقدر أنه يشارك مع منتخب مصر أكتر من اللاعب الحقيقة مش هايزين ننسى حد لكن التجربة في مجموعة لها تجربة ممتازة بالنسبة منتخب الوطني بعيدة عن النتائج نحن الحمد لله حقا نتائج جيدة في البطولة يبقى أن نحن إن شاء الله هنلعب تونس مباراة طبعا مسهلة مباراة صعبة جدا منتخب تونس منتخب قوي عنده لعيبة على أعلى مستوى معظمهم كلهم يعني هم المنتخب الأساسي أو المحترفين يعني فبالتالي مباراة مسهلة على منتخب مصر لكن أنا أعتقد أن مستك كيروش نجح في خطته ونجح في تجربته والأهم من ده أنه لازم الناس تدعم ولازم الناس تساند المنتخب خلال الفترة أنا عايز أسألك سؤال في المباراة القادمة مصر وتونس وإحنا شفنا كارلوس كيروش استخدم أو يعني وضع عمر كمال عبدالواحد في مركز الباك اليمين من يعني كان أكرم توفيق كان أحيانا بيقوم بهذا الدور مواجهة زي مواجهة أكرم توفيق وعلي معلول نجوم النادي الأهلي مع بعضها هكون شايفها إزاي هكون الغلبة المين طبعا هو لسه مش مؤكد علي معلول حيبقى موجود في المنتخب تونس أو هيشارك مباراة لا أهل لكن هي مباراة طبعا يعني هما نتنين فهمين بعض كويس أو أكرم معلول عارفين بعض كويس ويشاركوا مع النادي الأهلي بصفة دورية يعني في التدريبات أو في النادي فأعتقد أن هي مواجهة مش بسيطة يعني وأكرم لعيب قوي جدا لعيب طبعا حيبع عنده تعلمات من أكيد من النادي الأهلي فاهمين بعض كمان أه بالضبط أكيد برضو حيبع عنده تعلمات من النادي الأهلي ما يحتاجش أكتر بعلي معلول برضو حرصا على سلامته لأنه عندهم النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا يوم 22 ديسمبر مع رجاء المغربي فأعتقد أن هي برضو مواجهة مسهلة لكن أنت كنت تتكلمي على عمر كمان عبد الواحد عمر كمان من اللعيبة برضو اللي تم يعني المنتخب كسبهم وقدر أن هو يعيد اكتشاف نفسه في مركز آخر وقد بشكل كويس مع منتخب مصر في الفترة اللي فاتت فأعتقد أن فيه أكثر من اللاعب مش عمر كمان بس ولا مروان حمدي فيه مجموعة كبيرة جدا أعتقد أن منتخب مصر كسبهم شوفنا أيمن أشرف في مركز مش في مركز وفي أحد المباراة في مباراة الجزائر أشرف برضو نفس الكلام برضو يعني أصد أن المستر كروش رجل شغال وبيحاول أن هو يعني يشوف بدائي العدد عدم موجود اللاعبين المحتلفين أو الأساسيين فأعتقد ده شيء إيجابي بالنسبة لمنتخب مصر نتمنى إن شاء الله أن الفترة الجاية تبقى أفضل بالنسبة لمنتخب مصر إن شاء الله تاني خبر معنا عن كاس العالم للسلاح الألعاب الفردية بقالنا فترة كبيرة يمكن بنشوف النجاحات كبيرة تجاه الألعاب الفردية هل لازال الإعلام مقصر تجاه الألعاب الفردية؟ يعني يمكن طبعا التقصير بدأ إيه اللي طبعا في الأمور بخاصة بالألعاب الفردية لكن أعتقد إن إنجاز كبير زي اتحاد السلاح وإحنا طبعا منهان الاتحاد ومنهان هذين نلعبين بس المحترم الكابتن عبد منام الحسيني أعتقد إن ده نتيجة للعمل وجهد مش من الفراغ أو من وقت قليل لأن هما بيشتغلوا بقالهم الحياة أربع سنين تقريبا بشكل كويس أعتقد إن ده إن شاء الله سمرة كويسة بالنسبة لله لأن هما يشاركوا في الأولمبيات ويقدروا إن هما يحققوا نتائج كويسة إن شاء الله ماراسون ما بين منشستر سيتي وليفربول وتشيلسي سريعا كده يا رومي أنت شايف الفترة اللي جاية مين اللي قادر أنه يفضل متصدر لجدول المسابقة طبعا الدوري الإنجليز هو الحياة طبعا الدوري الإسباني يعني آسف الدوري الإنجليزي منشستر سيتي ستشيلسي ليفربول إصراع يبدل موجود لحد النهاية ويمكن هما ماشيين مع بعض يعني من أول للموسم بشكل قوي جدا إحنا ليساعدنا طبعا الليفربول تبقى موجودة في المقدمة الحمد لله محمد راح حاليا هو متصدر قائمة هدفة الدوري الإنجليزي أعتقد إن إصراع مش هينتهي منشستر سيتي عنده قوة كبيرة جدا ستشيلسي ليفربول الصراع يبدل موجود وإحنا يعني كمان كم محبين لقرط القدم مستمتعين بهذا الصراع لكن يبقى إن شاء الله أن ليفربول يحقق البطولة عشان محمد راح حقق إنجاز ما حققهوش أي لعابة عربية والأفريقية طيب أخيرا بقى وده اللي كانت بتكلمني فيه نهوان دربي مادريد بين ريال مادريد وأتلاتكو مادريد أنت عاشة كبيرة لريال مادريد تحت قيادة طبعا أنشلوتي في الفترة الأخيرة وأتلاتكو مادريد حامل اللقب شايف المباراة النهاردة لا طبعا هي خلاص هي دي بقتكمة الدوري أسباني أعتقد إن برشولونة خرج من المشهد تماما انتهي خلاص فكرة برشولونة وريال مادريد أعتقد إن أتلاتكو مادريد هو والريال هم اللي بيتصارعوا على الصدارة أو على الدوري لكن صعب التكهم بالمباراة أتلاتكو مادريد معهم مدرب على أعلى مستوى سيميوني طبعا ونفس الكلام ريال مادريد عنده لعبة مميزين ومدير فني أنشلوتي طبعا من ندرب على أعلى مستوى أعتقد إن المباراة هتبقى ممتعة بالنسبة للمتابعة والدوري الأسباني لكن هيبقى فيها أكيد جزء تكتيكي فيها وجزء مقفول في بداية المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله نستمتع ونشوف مباراة مهمة بين ريال مادريد وأتلاتكو مادريد سيد رامي عبد الحميد النقد الرياضي بجريدة اليوم السابع بشكرك جدا ونورتنا في قناة نادي الآن شكرا جدا شكرا دي كانت أبرز أخبارنا وكان معنا الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد دي كان كل من شتتنا النهاردة نهواندو يا كريم شكرا لكم جدا وعودة إلى الأستوديو يعني تغطية رائعة وبنشكر ديفك الأستاذ رامي شكرا لك جدا يا نورهان شكرا